اشتركوا في القناة تكملة ان الجزء الاول بنستعمل هنا فيرب jouer بمعنى يلعب هنصرف الفرب في زمن المضارع اشتركوا في القناة فيربيجوي بيطبع بحرف الجر A مدبوعا باسم لعبة رياضية فيربيجوي A طبعا حرف الجر A هنا بيضغم إلى U وبيطبع باسم لعبة مفرد مذكر حرف الجر A بيصبح A لا مدبوعا باسم لعبة مفرد مؤنس حرف الجر A بيصبح AL أباصرف مدبوعا باسم لعبة مبدوقة بمتحرك حرف الجر A بيضغم إلى U للجمع بنوعيه مدبوعا باسم لعبة أو مجموعة ألعاب جمع طيب نشوف أمثلة على الكلام ده جي جو أو فوتبول أنا بألعب قرية قدم لاحظنا هنا أن حرف الجر A بيضغم إلى U علشان خاطر كلمة فوتبول بتعتبر مفرد مذكر أو لعبة مفرد مذكر طيب نمشي على نفس المثال ممكن نقول جي جو أو بادمينتون جي جو أو تينيس جي جو أو باسكت جي جو أو جولف كل ده يا جماعة أسماء ألعاب بتعتبر مفرد مذكر جي جي جو أو حرف الجر A بيضغم إلى U هو بيلعب الكرة الحديدية لاحظنا هنا أن حرف الجر A بيضغم إلى U علشان خاطر كلمة بيتونك بتعتبر مفرد مؤنس نفس المثال ممكن نقول كل الألعاب دي يا جماعة بتعتبر مفرد مؤنس حرف الجري A بيصبح A-L-A قدامها هي بتلعب لعبة التسلق لاحظنا هنا يا شباب أن حرف الجري A بيصبح A-L أمام لعبة مبدوقة بمتحرك ممكن نقول هنا برضو نفس المثال دولة بيعتبروا مجموعة ألعاب بتبدأ بحرف متحرك حرف الجري A بيصبح قدامها A-L أبوسروف إيل جو أوزي شاك هو بيلعب شاترانج بنلاحظ هنا أن حرف الجري A بيضغم إلى U للجمع علشان خاطر كلمة الشاك بتعتبر هنا جمع بعد كده يا شباب فيرب جوي ممكن يدبع بحرف الجري دو وفي الحالة دي بيجي وراه اسم آلة موسيقية وهنا بنعتبر فيرب جوي بمعنى يعزف اكزامبل جي جو دي بيانو أنا بأعزف على آلة البيانو بنلاحظ هنا في المثال ده أن حرف الجري دو برضو بيضغم إلى D علشان خاطر كلمة بيانو بتعتبر مفرد مذكر ممكن نقول نفس المثال جي جو دي بيانو أنا بأعزف على آلة الكمان الجو دولا ترومبيت هو بيعزف على آلة الترومبيت بنلاحظ هنا أن حرف الجري دو بيصبح دولا أمام اسم آلة مفرد مؤنس ممكن نقول نفس المثال الجو دولا جيتار هو بيعزف على آلة الجيتار معنى كده يا شباب أن فعل جو بمعنى يلعب بيدبع بحرف الجري A مدبوعا بإسم لعبة رياضية أما فيرب جو لو جي بعد دي حرف الجري دو في الحالة دي بمعنى يعزف وبيدبع بإسم آلة موسيقية يمكن التعبير أيضا عن الأنشطة الرياضية بمجموعة أفعال هي براتيكي بريفيري اي مي دي تي ستي أدوري الأفعال دي يا شباب بنسميها إحنا أفعال ميول بنعبر بيها عن إيه النشاط الرياضي أو اللعبة اللي أنا إيه بمارسها أفعال الميول بتتبع بأدات معرفة بعديها اسم لعبة رياضية طيب أدوات المعرفة يا شباب للتسكير كلكم عارفينها لو بييجي بعديها لعبة رياضية مفرد مذكر لا بييجي بعديها لعبة رياضية مفرد مؤنس إيه اللي أباصرف بييجي بعديها لعبة رياضية مبدوئة بمتحرك وأخيرا ليه للجمع بييجي بعديها لعبة أو مجموعة ألعاب جمع طيب نشوف أمثلة على الكلام ده جوبراتيك لو فوتبول أنا بأمارس كرة القدم طبعا أدات المعرفة لو بييجي بعديها اسم لعبة مفرد مذكر فوتبول إيه اللي بريفير لناتاسيون هو بيفضل السباحة لا طبعا بييجي بعديها اسم لعبة مفرد مؤنس ناتاسيون جادور لسكالاد أنا بأعشاء التسلق اسكالاد مبدوئة بمتحرك علشان كده أدات المعرفة هنا إيه اللي أباصرف إيه اللي تيست لسبوغ إكستريم هي بتكره الرياضات العنيفة طبعا كلمة سبوغ إكستريم جامع فعشان كده هنا أخدنا أدات المعرفة ليه نوزيمو لو يوجا إحنا بنحب لو يوجا لعبة اليوجا طبعا فيربي إيميه جاي بعديه أدات المعرفة لو مدبوعا باسم لعبة مفرد مذكر بكده يا شباب نكون انتهينا من درس النهاردة لو عجبك الفيديو اعمل لنا اشتراك للقناة وحاول تفعل الجرس على وضع الكل علشان يوصلك أحدث فيديوهاتنا وشرح المنهج بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة